بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الكلاس إن شاء الله رح نبدأ في استعراض سكشن 1.5 اللي بيتحدث عن الـ Continuity الاتصال طبعاً منبحث اتصال الدوال أول عنوان عنا هو Definition of Continuity اللي هو تعريف الـ Continuity تعريف الاتصال presented by دكتور أحمد وني بداية عشان إحنا نستعرض اللي هو تعريف الاتصال خلينا نشوف بداية متى الدالة ما بتكون متصلة يعني كيف شكل الدالة بحيث إنه إحنا لما نشوف هذا الشكل نقول آه والله هذه الدالة غير متصلة طلع هنا في الرسومات شوف عند X بتساوي C شايف الدالة هنا يعني ما في قيمة للدالة عند C قيمة الدالة عند C غير موجودة وحتى مش موجودة في مكان آخر يعني أنا لو سألتك F of C راح تقول لي هي قيمة غير معرفة ما إلها نقطة ولا إلها مكان في الدالة هذا النوع من اللي هو عدم الاتصال من سميه Hall يعني هنا في عندي فجوة تمام والدالة هنا غير معرفة النوع الثاني من عدم الاتصال عند C هو إنه يكون في قفزة في الدالة في عندي jumping في قفزة في هذه الدالة اللمت من اليسار لا يساوي اللمت من اليمين عند النقطة C قيمة الدالة هي هاي النقطة شايفها قيمة الدالة قيمة الدالة عند C بتساوي قيمة ال Y هنا تمام لكن بالرغم من إنه الدالة معرفة لكن الدالة غير متصلة في عندي jumping يبقى في عندي هنا Hall فجوة هنا في عندي jumping تمام هذا كله من عدم الاتصال نيجي هنا قيمة الدالة عند C موجودة يعني أنا لو سألتك F of C راح تيجي هنا كم قيمة ال Y وراح تقول لي هذه قيمة F of C لكن بتلاقي X يساوي C عبارة عن vertical asymptote وبالتالي الدالة عن يمينه وعن يساره سواء بتساوي infinity أو minus infinity الدالة ما فيها اتصال كلمة اتصال معناته أن الرسمة تبقى مستمرة في عملية اللي هو رسم الخط هذا يعني الدالة مثلا هنا متصلة 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 ما في مشكلة عدم وجود الاتصال هو فقط عند النقطة C هنا نفس الشيء الدالة متصلة 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 لكن عند قيمة X بتساوي C الدالة هنا صحيح معرفة لكن في عندي عدم اتصال هنا لوجود ال infinite discontinuity هنا أنا عندي infinite discontinuity عندي عند C قيمة الدالة اللي هو صح موجودة لكن حوالين C اللي هو قيمة الدالة بتساوي infinity أو minus infinity وي اللي هو X بتساوي C عبارة عن vertical asymptote في الحالة اللي موجودة عندي هنا تشبه كثيرا الحالة الاولى في عندي hole هنا على الدالة لكن F of C موجودة يعني قيمة F of C موجودة لكن قيمة اللمت لا تساوي قيمة الدالة قيمة اللمت من اليمين ومن اليسار لا يساوي قيمة الدالة وبالتالي هذه الحالات الأربعة اللي بيكون في عندي discontinuity بيكون في عندي عدم اتصال يبقى عشان يكون في عندي اتصال عند النقطة X بيساوي C لازم تتوفر الشروط التالية أولا قيمة الدالة عند C معرفة يعني بتساوي 2, 3, 14, 100 F of C معرفة ثاني شرط اللمت من اليمين يساوي اللمت من اليسار الشرط الثالث أنه يكون قيمة اللمت بيساوي قيمة الدالة وبالتالي إذا أنا حصلت الثلاثة كونديشنز هدول راح تكون الدالة متصلة عند X بيساوي C هد نفحص الآن من خلال المثال اللي هو هذه الكونديشنز الثلاثة هل تنطبق على هذه الدالة أو هذه الدالة أو هذه الدالة راح نشوف أول شيء مطلوب فحص الاتصال عند X بيساوي 2 راح أبدأ بالدالة الأولى فالدالة الأولى اللي موجودة عندي اللي هي X تربيع ناقص 4 على X ناقص 2 هات نشوف نبدأ الشروط بالترتيب أي شرط يختل معناته أن الدالة غير متصلة يجب توفر ثلاثة شروط عشان تكون الدالة متصلة نيجي لها الشرط الأول هل قيمة الدالة عند هذا الـ X معرفة؟ يعني هل F of 2 موجودة هنا؟ يعني أنا بقدر أعوض في الدالة بـ X بيساوي 2؟ راح تيجي هنا راح تلاقي أنه X بيساوي 2 عبارة عن أصفار للمقام مدام أصفار للمقام إذن قيمة الدالة هنا Undefined غير معرفة ليش؟ لأنه الـ 2 عبارة عن صفر من أصفار المقام أو هو صفر المقام مدام الشرط الأول اختل خلاص يبقى الدالة غير متصلة عند الـ 2 وبالتالي راح نقول The function الدالة The function F of X Is not continuous هي غير متصلة At X بيساوي 2 ليش؟ لأنه الشرط الأول اختل ما في أبدا داعي أفحص الشروط الأخرى نيجي نشوف الدالة الثانية طبعا من خلال الرسم راح تجد أنه الدالة F of X تطلع إيش فيه بداخلها؟ طب ليش نتج ال-Hall؟ خلينا نفهم ليش كان في عندي Hall لو أنا جبت هذه الدالة اللي هي X تربيع ناقص أربعة على X ناقص أثنين وحللت البسط X تربيع ناقص أربعة هو X ناقص أثنين في X زائد أثنين على X ناقص أثنين راح تلاقي أنه X ناقص أثنين بتروح مع X ناقص أثنين في هذه الحالة إذا كان في عندي شطب لشيء موجود هو عبارة عن صفر المقام يعني X تساوي أثنين عبارة عن صفر المقام وقدرت أشطبها مع Factor في البسط في هذه الحالة بالذات راح يكون في الدالة فيها Hall فيها فجوة عند اللي هو X تساوي أثنين عند X تساوي هذا العدد ننتقل الآن إلى اللي هو الدالة G of X G of X تعريفها على جزئين لكن بدي أنتبه بيقول لي التعريف كالتالية قيمة الدالة اللي هو G of X بتساوي X تربيع ناقص أربعة على X ناقص أثنين لما الـ X ما بتساوي الأثنين وقيمة الدالة بتساوي ثلاثة لما الـ X بتساوي أثنين يعني أعطاك تعريف خاص بالدالة G لما الـ X بتساوي أثنين فنيجي بداية للشروط أول شيء هل G of أثنين هو يبغاني أفحص الدالة متصلة عند الأثنين ولا لا هل الجي of أثنين معرفة نعم جي of أثنين بتساوي ثلاثة جي of أثنين بتساوي ثلاثة وبالتالي الشرط الأول متحقق نيجي الآن للشرط الثاني هل الـ Limit As X approaches 2 لهذه الدالة اللي هي G of X هل هي exist هل هي موجودة طيب لما أفحص الـ Limit رح أمسك هذه قيمة الدالة هنا ولا قيمة الدالة اللي فوق وليش الـ Limit أنا ما بهمني الـ 2 في الـ Limit أنتوا عارفين الـ 2 مش مهمة في موضوع الـ Limit أنا بهمني الاقتراب عن يمين وعن يسار الـ 2 وبالتالي يمين ويسار الـ 2 قيمة الدالة هاي قيمة الدالة يبقى لما أحسب Limit بحسب للجزء اللي الـ X لا تساوي هذا الرقم وبالتالي قيمة Limit هذه Limit As X approaches 2 لا X تربيع ناقص 4 على X ناقص 2 لو إجي تتعوض رح تلاقي 0 على 0 اتعلمنا عشان توجد هذا الـ Limit راح اللي هو اتحلل البسط واتحلل المقام وهذا الشيء احنا عملنا X ناقص 2 في X زائد 2 على X ناقص 2 وبالتالي الآن بتعوض بقيمة اللي هو X بتساوي 2 رح تلاقي انه قيمة Limit رح تساوي 2 زائد 2 ويساوي 4 يبقى Limit Exist المت موجود الشرط الثالث هل قيمة اللمت بتساوي قيمة الدالة عند اللي هو الـ 2 يعني الشرط الثالث قيمة اللمت بتساوي 4 هل قيمة اللمت X approaches 2 للـ G of X هل بتساوي اللي هو G of 2 G of 2 بتساوي 3 قيمة اللمت بتساوي 4 إذن ما بيساووش بعض مدام اختل الشرط الأخير معناته انه الدالة G of X is not continuous at X بساوي 2 وبالتالي G of X is not continuous ليست متصلة at X بساوي 2 لو اجيت تشوف رسمة الدالة راح تلاقي انه في فجوة لكن الدالة معرفة عند الـ 2 F of 2 بتساوي 3 زي ما شفنا هنا F 2 بتساوي 3 لكن واللمت من اليمين يساوي المت من اليسار يساوي 4 يبقى المت موجود وقيمة الدالة موجودة لكن قيمة المت لا يساوي قيمة الدالة عارف لو كانوا متساويين كان هذه النقطة اجت في هذه الفجوة وبالتالي اصبحت الدالة متصلة لكن هنا الدالة غير متصلة نشوف الان الدالة الثالثة اللي موجودة عندي هنا اللي هي H of X وبالتالي نيجي للشرط الاول هل H of 2 موجود ولا لا قيمة الدالة عند الـ 2 بتساوي 4 يبقى H of 2 بتساوي 4 وبالتالي الشرط الاول متحقق H of 2 is defined قيمة معرفة تاني شرط هل المت لا H of X as X approaches 2 هل هو exists يعني احنا بدنا نبحث عن قيمة هذا المت زي ما شفنا في هذا السؤال تماما لو تلاحظ نفس الدالة المستخدمة وبالتالي هذا المت رح يساوي المت X approaches 2 زي ما قلنا رح نأخذ اللي هو الدالة عند تعريف X لا يساوي 2 وبالتالي X تربيع ناقص 4 على X ناقص 2 لو اللي هو حللت البسط واختصرت مع المقام نفس اللي عملنا تماما X ناقص 2 في X زي 2 على X ناقص 2 وعوضت بدل X اللي موجود هنا ب2 رح تلاقي انه قيمة المت بتساوي 4 يبقى الشرط الثاني متحقق نيجي الان للشرط الثالث هل قيمة اللمت هل بتساوي قيمة الدالة عند الاثنين قيمة الدالة عند الاثنين بساوي 4 قيمة اللمت بساوي 4 اذا فعلا متساويين وبالتالي الشرط الثالث متحقق مدام الشروط الثلاث متحقق اذا الدالة الاثنين ه هي دالة متصلة عند قيمة اللي هو الاثنين بتساوي 2 وبالتالي لو لاحظنا رسمة الدالة راح تلاقي انه F بتساوي 4 قيمة اللمت بتساوي قيمة اللمت راح تلاقي انه عند رسم الدالة راح يكون الرسم متصل وبالتالي الدالة H هي دالة متصلة كده طبعا منكون وصلنا لنهاية هذا الكلاس هو كلاس مهم جدا بمهد للكلاسات القادمة اتمنى انه تكون الامور واضحة بالنسبة لكم يعطيكم الف عافية وبارك الله فيكم على المتابعة